يبدو أن جلوس الأمريكية استيفان ويليامس كنائبة لغسان سلامه في رئاسة البعثة الأممية الشهر الماضي كان حجر الأساسي في تولي إدارة ترامب للملف الليبي من وراء الكواريس ليأتي لاحقاً ما وصف برسالة ترامب شديدة اللهجة الموجهة إلى قطبي أطراف الأزمة الليبية في الغرب والشرق السراج وعقيل صالح بالإضافة إلى قائد ميليشيا الكرامة خليفة حفظة وبطبيعة الحال من يدور في فلكهم من هوات الفولكلوري الشعبي المرتبط بالتفويض والتأييد ووثائق العهد والمبايع سياسة ترامب المبنية على العين الحمراء والعصى لمن عصى أتت أكلها هذه المرة في حل أزمة الهلال النفطي واستئناف الصادرات النفطية ووضع سياسات المصرف المركزي في طرابلس موضع فحص وتمحيص وبما لا يدع مجالاً للشك بدى واضحاً إذعان سريع لرغبة رأس الإدارة الأمريكية وتحذيراته للأطراف الليبية التي استحال على اجتماعات الداخل والخارج أن تجمع التيارات المتنافرة على كلمة سواء تدخل أمريكي قد لا يتوقف طويلاً عند استعادة المؤسسة الوطنية للنفط لدورها في الإنتاج والتصدير بل يتعداه إلى جر الأطراف الليبية المتنازعة إلى القبول بالترتيبات الحل السياسي وخطة المبعوث الأممي غسان سلامة وقبل ذلك ضمان معالجة المشكل الاقتصادي وسياسات الإنفاق على نحو أكثر شفافية بعد أن عمت الشكوى من الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة قد لا يكون محرك التدخل الأمريكي المباشر في شأن الليبي متعلقاً بالمصلحة الليبية بالقدر الذي يعكس مخاوف أمريكية من تعقيدات إغلاق الأسواق الغربية أمام النفط الإيراني حيث تتقاطع المصالح ببقاء النفط الليبي متدفقاً إلى الأسواق الدولية وفي ذات الوقت تحقيق اختراق سياسي على المشهد الليبي قد ينعكس على حياة الناس وتخفيف المعاناة عنهم ويقضي على التغول على المال العام حيث يحضر الرقيب ويغيب الحسيب من أجهزة الدولة المترهلة